موسيقى 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 تحية إلى جميع مستمعي ومشاهدي صوت لبنان مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد مؤشر التصعيد في حربي غزة والجنوب في أعلى درجاته على الرغم من حركة الإطفائيين الدوليين الساعين إلى تسوية تجنب المنطقة ولبنان الأسوأ حتى الساعة لبنان في قاعة الانتظار وما سيجري تحدده حسابات اللاعبين والتوازنات والأحجام قراءة في الأوضاع الحاضرة والمستقبل في هذه الحلقة من كواليس الأحد مع ضيفي الوزير السابق ديميانوس أطار صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ أطار السؤال الأول الطبيعي قراءتك للمشهد العام نحن قدام شو نحن صلنا عاش تشهر بحارب ومكملين ما نشقدر أقرأ للأسف اليوم إلا مرحلة الحرب وهذه مرحلة مرتبطة بعوامل عدة عوامل إقليمية وعوامل دولية والمسعى يلي عم نقراك اليوم وعلم نتابعه هو لعدم الدخول بحرب أوسع يعني ما عم بقدر ألمس وقف الحرب لحد اليوم أشيف الحرب مستمرة لفترة طويلة بالمكونات اللي عم بقدر أحصل عليها عم بشوف أنه الهدف هو عدم توسيعها مع أنه المسعى بيقولوا وقف الحرب أكيد هيدا مطلب عند الكل وحرب شارسي وفيها جزء جرامي بس الشق اللي عم بقراءه أنه كيف ما بتوسع يعني كيف ما بتتورط فيها الدول الكبرى البعنية ليش ما بدا تتورط هذه الدول بحرب من هذه النوع لأنه حكينا إذا نتذكر بـ 27 الأول كان في كلام له بين يمين نتنياهو بأنه وجه المنطقة سيتغير والتالي راحين على الأشياء الكبيرة تعرف الواقع الإسرائيلي اليوم واقع مأزوم يعني بعد 15 سنة من الرخاء والتطور الاقتصادي صار فيه إشكال بالعمق الإسرائيلي حول مفهوم هذه الدولة والعسكريتاريا اللي فيها كان ديما نقوله هيدا جيش عنده دولة مش دولة عنده جيش وهيدي أزمة كبيرة موجودة بالعمق المجتمع الإسرائيلي الحرب اللي اليوم عم نعيشها عم بترد أكتر وأكتر وجه العسكريتاريا من جديد على القاعد الإسرائيلي والأسف أنه هيدا راح يجر أكتر وأكتر بمحيط إسرائيل كمان نظرة جديدة للمفهوم العسكريتاريا والعسكري أكتر وأكتر وهيدي بلشت بسبب أوكرانيا بأوروبا كمان اللي طرحته معي للوزير مهم جدا لأنه في تغيير عميق داخل إسرائيل إسرائيل كانت الدولة اللي بتخوض حروبها خارج أرضها وإسرائيل هي الدولة اللي ما بتخوض حروب طويلة اليوم فيها المعادلة برأيك سقطت مش سقطت الواقع عم بدل أنه في تحولات يعني بالأول كان جيش عنده دولة بحيات البرة وبيرجع دولته ما عنده أي أشكال فبتحموا الحرب استنزاف طويلة إسرائيل أو أكتر من حرب حتى لك أول ما بلشت بأكتوبر رينا كتير تحاليل أنه بعد مئة يوم بيفرطوا الإسرائيلي أنهم ببقوا معودين على الحرب وعالملاجئ صلوا خمسة عشر سنة اقتصادهم مميز مؤشرات الثروة بينعموا بحالة متطورة جداً عندهم هجرة اقتصادية من عالم الأوروبة باتجاههم يعني كان فيه جو بأشر أنه خلصت يعني هايدي ما بق فيها تخوض حروب لكن تبين أنه بعمقون بعد دازال هونيكي الصمود معين هلأ قد يكمل أكيد هو مكمل بالدعم الأمريكي المطلق والدعم الأوروب المطلق والإعلام العالمي يعني في كتير معطيات بتعطيهم النوع من النفس الطويل هلأ بتعرف المواجهة معهم الأيديولوجية بتقول زوال إسرائيل يعني صارت إذا بدك الأيديولوجية بين الحرب والمعاكس لإله أو المدافع والمهاجم الوضع اللي بدك تسميه هي حرب عم تزرع بعقل الناس نظرية الوجودية وبس حظتك تروح على السورفايفل وور إنه أنا بدي أعطي اللي أبقى ما بقى تعد إيام هيدا الإشكالية يلي وقعوا فيها إذا بدك بالعمق الإسرائيلي سؤالي معالي الوزير دمينوس قطار ليش لليوم بعد ما صار فيه رد إيراني ورد من حزب الله هل هو نتيجة الضغوط الدولية لك صراحة أنا بتأسف إلك يعني كل اللي بخبروك عن التحاليل وفيه وما فيه ما حدا بيعرف بالعمق إلا القيادة الإيرانية وقيادة حزب الله عمليين هن للوحيدين يلي بقدروا يجيبوا على السؤال بس تمن تهرب من السؤال فينا نقول في مبدأين كل مرة صار اغتيال إذا بتلاحظ طريقة العمل واحد لا إعلان ولا موقف قبل جنازة الأسبوع عندنا أسبوع بعدها بتدخل بالحرب النفسية المقلقة العالي لأنه هايدي بوازية مباشرة مرحلة التفاوض على مكاسب عدم الرد إذا توصلنا لمكاسب عدم الرد منحط الرد بإطار مقبول ومعقول هيدا اللي بيصير دايما وهيدا اللي عم بيصير هانا برأيي طبيعيا حسابيك ما حدا بيعرف لا إمتة ولا كيف ولا حجمة يعني بس كل مرة بيصير هن موعب تلاحظوا حضرتك يعني راجع من كذا سنة لليوم هيدا الباتن هيدا يعني إذا بدك النمط وأوقيت كتير ما كان فيه ردود بحجم عملية الاغتيال مثل وقت قاسم سليماني مثلا بقول أنا عندك الأسبوع الحرب النفسية بيوازية مفاوضات على المكاسب لأنه ما تنسى عم تتعامل مع مجموعات عندها عقيدتها الإيديولوجية ما حدا بيسقطها بالانتخابات عندها قدراتها العسكرية عندها قدراتها الإعلامية عندها قدرات الفكرية والفلسفية والنفسية يعني أنت عم تتعامل مع طريقة جديدة بالحرب بعطيك مثل بأيام حرب اللبنانية أول ما بيشأت الحرب كلنا الشباب نطلب مننا نحمل إحيا بتتذكر النظرية حمول إحيا كيف تحمل إحيا بتحط النساء والسيدات والعززة والمرضى بأعمق عمق الملاجئ وإنت اللي بدك تقاتل تنزل عشير يعني اليوم بعد خمسين سنة بتلاحظ أن المعارك تغيرت كليا تغيرت كليا تغيرت كليا يعني صرت أنت المقاتل موجود بأعماق الأرض مع كل العدة والمواد اللي بتسمح لك تقاتل لسنين وعلى وجه الأرض أو بملجى طابق واحد موجودة كل الحالة السكنية حيدا التحول الجزري له أسبابه العسكرية والتراكمية والانتقامية والتفوق التكنولوجي بس بقصد أنه في كتير كتير من الأشياء اللي بنعرفها أو اللي معودين عليها عم تتغير يعني العالم بتحولات جزرية مين كان بيقول أوكرانيا من جمعتين رح تهجم على مناطق أخرى بروسيا كان صار لها سنتين ما عم تقدم متر السؤال اللي بينطرح كمان يمكن عن دور التكنولوجيا نقدم حرب أخرى حرب الدرون والمسيرات مش حرب الهجومات البرية كمان كداش كان إلى دور فاعل بالمواجهة وخصوصا بجنوب لبنان هلا هيدي حالة طبيعية دكتور مارون لأنه نحن بالموجة الرابعة من الاقتصاد العالمي تمت سيطرة التكنولوجيا ما بدي قول يعني يمكن تقريبا على كل شيء بتعملو بشكل كتير كبير يعني على كل شيء تقريبا بتعملو عندك العنصر التكنولوجي وهذا التفوق التكنولوجي بسرعة المعلومة وقدرتها على الاستيعاب وقدرتها على التحليل لأنه ثلاث عوامل الأساسية والأهم من هيك صار ترخيصة يعني هالتكنولوجيا موجودة من قبل بس ما كانت هالقد رخيصة وبالتالي انتشرت هيدا عامل تفوق من الطاب للقتل يعني من وقت بتهتم بالانسان لوقت اللي بتقتله عامل كل هيدا المسار وهيدا بتسمح اذا بدك بالتدمير اكتر وهيدا الاسف التكنولوجيا متل ما عم شوف ما عم بتحسم الحرب بسرعة يعني مش متل الامبلي النووية ما عم بتحسم الحرب عم بتزيد مما يسمى طول الحرب والقدرة التدميرية يعني كان طيار جي يطلع اذا شاف ولاد يطبعت على اللي سلك فيه ولاد شو بعمل بالمبدأ بالعرف ها بتطلع مسيرة انقضاضية انفجارية ما بتروع لا فيها طيار جي ولا فيها عامل انساني ولا فيها شي اذا التكنولوجيا لا هلأ اللي عم نشوفها نحن بحربنا اكيد في التكنولوجيا اقوى وحاسمة للحروب تسعملها الدول الكبرى يلي عندها التفوق العسكري العام بس اليوم اللي عم نشوفه نحن نشوف حرب ارمينيا حسمت بشو حسمت بفريق وعطيها مسيارات يعني المسيارات هي العلمين الكبير تقريبا لغالبية الحروب حتى باوكرانيا عم بيكون الا دور والدولتين اللي عم تصدرهم مش الدول العزمة تماما هي دول المتوسطة تلقوها وبيكلفة بسيطة مثل ما تفداركتو كل هذه الأمور هذه الدول المتوسطة طيب الصورة العامة فهمنيها ما يشري كمان بالموضوع اللي له علاقة بالتفاوض والمفاوضات اللي عم تصير بالدوحة من يمسك بخيوط اللعبة امريكا هلأ لليوم ما زال التفاوض الأمريكي واضح ما عنده بقى القيادة للعالم مثل ما صار بعد سقوط جدار برلين ما رأيت أمريكا من بعد سقوط جدار برلين بعشرين خمسة وعشرين سنة في قيادة للعالم تحول من الاشتراكية اذا بدك او شيوعية اقتصادية الحرة اكتر من اربعين دول اللي التزمت لاقتصاد الحر بعد سقوط جدار برلين صلى تقريبا عشر سنين امريكا تعاني من خسارة القيادة في العالم لكنها مذالت متفوقة عالميا في عندها مناطق عم تخسر فيها اكتر من مناطق اخرى بس بعد عندها التفاول انا بدك تفاوء التكنولوجي المالي والاقتصادي بيعطوك تفاوء عسكري من هذا المنطلق انت عم تعيش هذه التجربة ايه لا شك انه من يمسك بمسار المفاوضات بالدرجة الاولى هي الوية المتحدة الامريكية طيب شو بده من هذه المفاوضات اللي عم تصير بالدوحة قبل ما ندخل بمعركة الانتخابات كان بدنا شي ولا زر بدنا شي تاني شو كان بدنا واليوم شو بدنا رئيس بايدن اذا بتتذكر عطى لرئيس وزراء اسرائيل قال له معك لثمانية كانون الثاني اذا بتتذكر ببداية الحرب قال له معك لثمانية كانت مجازر هائلة عم تحصل مجازر اسرائيلي وقال انه لا طيب ما قطعنا جينا على شهر رمضان المبارك قال له بدك تعمل هدنة لشهر رمضان المبارك ما مش الحال كان رئيس بايدن عم يسعى انه هو يوصل برنامج لوقف اطلاق النار والاسراء فهمين هو بالعمل انه اسرائيل قبل ما ترد الله الاسراء ياب يموتوا كلهم ياب ترد الله ايهم قبلك ما توقف الحرب هذا قرار هذا قرار بالعمق الاسرائيلي رجع قال طيب خليني فوت على مجلس الامن وحطى توصيته وقروها اكتر بالامن ما رد عليهم هلا هادي كانت بمرحلته يلي عم بيتحضر تيكمل انتخاباته هلا وقف رئيس بايدن حملته الانتخابية لزم للمجموعة الاخرى وهلا هو متفرغ للقيام بانجاز هيدا اللي بدي أقول متحرر صار اذا صح القول ما بعرف قديش يستطيع رئيس امريكا يتحرر من اللوبيل الاسرائيلي ما بعرف الى حد ما اذا بده يعمل انجاز مثل ما تبضل عندها كان يسعى الى وصول الى وقف اطلاق نار بالمرحلة الاولى برنامج مفاوضات جد مع الامة المتحدة يعمل مبني على مبادئ بس ما بك تنسى بهيدا المسار شو صار سقط الرئيس رئيسي مع وزير خارجيته بالطيارة مزبوط طح بعد سقط شاهد غني عفوا مهنية باغتيال مزبوط يعني في مسار محمد جواز ظريف باستقالة هلأ بالمرحلة التانية هيدا بتدل على انه الرئاسة الايرانية ما زالت بتوجه معين هيدا اللي عم اكيد لانه وقت هو وقت نقو خمسة اربعة بواحد بتبين انه التوزه هو اكتر انه الفرد الاصلاحي رح يكون موجود بيعت مكتف اذا مش مكتف بيعطي اذا بدك نظرة ايجابية للداخل والخارج مميزة لكن بالوقت زيته مش بهالحرب ومش بشروط هذه الحرب شروط هذه الحرب موجودة بقيادة عسكرية جيوسي ايديولوجية واضحة هلا نحن ما نشوف هلا يستطيع ان ينجز للغاسي يعني لدوره لايس بايدن والله رح تروح بضمن الصراع الانتخابي اسمعنا كلام كتير انه الاجواء ايجابية المحادثات جادة ببيانات رسمية شايف بنهاية هذا النفق في تسوية ممكنة هلا قلبي بقلي يا ريت بكرة عقلي بقلي لا عم تمني على شو على كلام نتناه بالكونجرس المسار انه نتناه لم يحقق ما يريد بعد انا انا بعتقد انه تعرف في تركيز كتير على رئيس حكومة اسرائيل على اساس انه هو المانع كل شي والحق علي بكل شي وانه هو ما بيسمع لحدا وما في شي بيرضع والواقع بعتقد هيدا فيه جزء من شخصيته بس العمق الاسرائيلي يبحث عن تثبيت الحدود الجغرافية نهائيا لاسرائيل هيدا العمق الاشكال اليوم كيفية تثبيت هذه الحدود نعتبره بغزة عطيهم حكم زيتي بيتأثر وبين بعضهم ومننسيهم طلع لا في قوى اقليمية بهمة كتير هذا القطاع بهمة كتير التموضع في هذا القطاع تموضعات وتفوقت على اسرائيل بحادثة كتير كبيرة دمرت القطاع لا شك بس مش عم تقدر تخلي اسرائيل تلغي هذا القطاع لا شعبا ولا تركيبة ولا بيئة حتى المصريين مش قدرين يفتحوا اي نقاش بقول ترانسفر يعني بتنسى هيدا الاشكال واكتر من مرة ومش بالبازار المالي موقف المصر كان واضح وصريح لن نفاوض على هذا الموضوع ولا محاولة الابتزاز المالي وجربوا يلعبوا بالجنيه كذا مرة عليهم ما قدروا غيرولهم هيدا المواف وبالتالي اسرائيل بدت تثبت حدود الجغرافية لا لا مش سابتي مع بناء 1701 بلبنان قديش صار ولا مرة طلعي الطلقة من جنوب مصبوط ولا لا نحكي بموضوع 1701 بالتفصيل شوي بدي معاين الوزير ديميانوس قطار شوي روح على الشي القرأني لانه عم نحكي عن تسوي وضع المنطقة بتوافق بعض الحللين اللي بقولوا انه ايران وحزب الله هما ضرورة لإسرائيل لانه عم يتعصير على مستوى المنطقة اي 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 اذا بنا نرجع لنظرية استراتيجية ابسورد يعني الاستراتيجية العبثية يعني اللي انت ما بتقرأ للفهم ما بتقدر تقرأ منين اجت وكيف اجت شو يعني ضرورة يعني هل انت بتقول هل انت بتقول انه العالم العربي بمجمل هو عالم يستطيع ان يكون ما بترجع هوني على اي مكون اذا تجي انت بتقول ان التطرف التطرف وين موجود ولمين موجود العنصرية شي والتطرف شيء اخر فيه اشكالية انه ممكن يكون التطرف بالعالم العربي اسرع واسهل مقابل هيدا التطرف تعمله تطرف اخر اذا عم بتحكي حضرتك من هيدا المنطلق صرنا بما يسمى الاستراتيجيات العبثية شو معنات يعني هي ما بتوصلك الى البناء يعني هي موجودة بس ما بتوصلك الى البناء نحكى عن الفوضى الخلاقة وانحكى عن مشاريع للمنطقة شرزمة المنطقة هيدا نقطة الانطلاق انه بما معناه اسرائيل لا تريد الاستقرار وهوضي عنصرين بأمنوا عدم الاستقرار بس بتعلم خمسة عشر سنة اليوم كان في استقرار لانه كان في تسويه بي هيدا عبالك يه انه ضرورة باستراتيجيات العبثية بقدر لقي لمخرج بس بالوقت زيته من تاني ميل بخمسة عشر تلتقي معه بس ما بعطيه ادياش حجمه ادياش دوره هون القيلة علما انه تطلق دائما ايران على لسان قياداته دائما تطلق الزوال لإسرائيل اخر مرة عدم انتصار اسرائيل شفنيها على لسان حزب الله بلنشنا المعركة بزوال اسرائيل القيادة الايرانية ما زالت اليوم تتحدث عن زوال اسرائيل ما حكيت ولا مرة انا ولا مرة سمعت انه تغير الخطاب الاساسي العقائد الاول اللي بيحكي عن زوال اسرائيل يعني هبعنا شفت اتغير ما هو اذا بتتغير على مستوى لبنان غير شي لمستوى عنده حدود مباشرة لبنان عنده حدود مباشرة هذا غير موضوع هلأ بنحكي بالتفصيل بهذا الموضوع موضوع لبنان بس بدي روح الوزير ديميانوس اطار على المنطقة وتوازناتها بعد الحرب بعد هذا الحرب اي توازنات احكيت عن تسبيت حدود اسرائيل احكيت عن حرب طويلة بس باي توازنات ممكن نطلع هلأ بتعرف حضرتك كتير عم بيحكوا عن اليوم التالي كله بيفكر باليوم التالي وكذا هيدا بده قدرة كتير كبيرة بين التحليل على مستوى القدرات طبع الافراد هتقدر تقول اليوم التالي اليوم التالي اذا توصلوا للاتفاق بكرة بعد اشتماعات مصر وصلوا على اتفاق يعني حضرولوا بالدوعة بيخرجوا بمصر اعتبر هيكسر عظيم صلنا لهدنة وعلى اسيس هيدا الهدنة بناخد اربع مراحل بتروح شهرين بيمشي الحال ببلش الطيران الاسرائيلي يصير اضعف باكتوبر بتشرين اعتبر هيكسر هذا اليوم التالي غير اليوم التالي اذا كملت الحرب خلال الخمسة وعشرين يعني احسبيك ما فيك تحدد اليوم التالي قبل ما تكون انت يا عندك قدرة هائلة لتحلل كل المعطيات تعمل كذا سيناريو او بدك تكون خلاص عارف ان اليوم التالي بعد ثلاثة شهر بس اذا جيت انت على الخمسة وعشرين وشفت انت انه حرب الاستنزاف الكبرى صرت بستين الف شهيد فلسطيني صرت بلبنان بألفين شهيد بحكيك مثل اذا عم تقدر تعمل سيميلاسيون وبإسرائيل مثل ما عم بين شرح ما عم بيبين هيدا الحجم من القتلى في جرحة وفي خوف في عالم هجرة تعرف فيه تركيز كتير على التهجير لانه منظومة ديمقراطية عايشة باستقرار كانت اتضررك بشكل كتير كبير بيحكوا عن 120 مليار خسير شو اليوم التالي يعني اذا بده تكون بعده لهلأ المجتمع الدولي ما بهمه القتل ما بقى يعني بيقرى الرقم ما بق يعنيله اذا كملت هيك مستمر هيدا هو ما في موازين قوى جديدة لكوينة هي زيتا من طلب هذا التخبط بحرب بفترة طويلة استغناط اذا صار العداد يعني شي جنون ما عم بقدر افهم انا هذا التخدير على مستوى الحس الانساني العالمي مش معقول يعني بيش معقول ما فيه تصوروا عقل يعني بتذكر عيام الصليب الأحمر كانوا الجريحين يجوا يروقونا انه معلاش الجريح حالي طبيعي وكذا كيف هيك ما معقول الان اللي عم حاول نحاول نحاول نقرأ المستقبل هو حول الأحجام يعني هل نحنا قدام وضع بيستمر بالأحجام اللي نحنا فيه هيك ومنطقة مفتوحة على الصراعات لا تنتهي إذا ما تقول اللي رجعي ردني عامريكا وستعرف أمريكا عندها دور كبير وتبين أنه الأوروبيين كانوا بكل حجمهم موحطين إذا بدك بارلال موازيين للأمريكيين حتى الصين إذا لاحظت بكل حجمه وكل مبادرته الأولى مع المملكة العربية السعودية بتتذكر ما عنده دور استراتيجي والروسي ما عنده دور استراتيجي بقصد بحجم الحرب بأكيد عندهم دور مع منقراء مع منقراء غير مرئي بس ما عن بقصد عن الدور الأساسي استراتيجي إذا بتي بتاخد اليوم إذا وصل رئيس ترام بأمريكا رئيس ترام بيحسم الحرب شكو هو عن بيقول ها بيقول ها شكي هو عم بيقول أنا بحسن بطريقة وهكي وهو بيقول أنه أنا لو كون ما كانت صارت الحرب بس أنه هو بيقول بيحسن بيقول بمونع على الرئيس الروسي يحسن بأوكرانيا وبنتيجته أكيد بيحسن بشار الأوسط بشار الأوسط بشكل عام المجتمع الديمقراطي يلي هو بركز على العمق الأمريكي والداخل الأمريكي يريد يفاوض ويعمل تسوي هذا يحدث مع رئيس أوباما والإيرانيين وبالتالي هذا يطرح كيف يتطرح الانتخابات الأمريكية مفصلية بالصراع والشار الأوسط على مستوى القيادة للحسم على مستوى إذا بدك الإدارة إجمعنا الإدارة إجمعنا الإدارة لا تتغير أكيد بيشي الخمسين بحكمية بس يكون توجه العام إيه بيكون توجه العام بس ما بتتغير حقيقة مفاصل العمل الإداري بالسياسة الخارجية عمل داخلي عمل بنتاجون عمل لوبييت ما بتغير أي أمريكا لو وسعنا البكار هلأ مع ترامب ومع هاريس يعني في حال فوز الرئيس ترامب وفي حال رجعه الديمقراطية على صعيد السياسي العام كانت العالمية السياسية الاقتصادية مش بس أزمة الشرق الأوسط هلأ هني بتعرف هني مدرسة يعني الجمهورين مدرسة بمفهوم قوة أمريكا في قوتها في الخارج سيطرة على منابع النفط الاستدانة العالمية عندهم مواقع كل عمره استراتيجية بالنسبة لهم وزا بتتذكر أول مرة إجار رئيس ترامب شكر مجموعة واحدة استخبارات وزارة الدفاع الشكر شكر مجموعة واحدة وبالتالي هذا التوزو يعني هو صائعة الرجل أعمال إذا بدك هو خريج أحد أكبر جامعات أمريكا إذا بتجي بهذا الإطار هو بهذا الإطار صار جمهوري خلص يعني بالداخل عامل حالي خاص صعب النمط الجمهوري النمط الديمقراطي معروف قوة أمريكا باقتصادها الداخلي وبانفتاحها على العالم وبمفوضاتها بالخارج يعني قليل جدا لتوف أنه في قرار عسكري ضخم مع رئيس ديمقراطي مع الحالة الديمقراطية هي أكتر حالة داخلية وحقوق بقلب أمريكا وتطوير الحالة الاقتصادية الاجتماعية الأمريكية يعني مركز أكتر على الداخل من الخارج أحسب هيك حسب من هون تنحسم يعني من هون التوجه بصير أوضع أفتح محور آخر للنقاش الوزير ديمينوس أطار لبنان وما يجري في المنطقة شو إيجا يعمل أموس هوكشتين شو إيجا يعمل ستيفان سيجورني وزير خارجية مصر فيه هجمة ديبلوماسية كانت على لبنان هل قد كان الخطر وزال الخطر مثل ما قال الرئيس بري اليوم أفضل من مبارح صار الوضع لنقل لك شوي هيك على الصبحية على بكرة مبسطة اللبنانية مش بمسيو أموس بمسيو سيجورني على أساس إيجا بأير فرانس رجعت أير فرانس يعني رجعت رحلات أير فرانس هيدا اللي سمعته من الناس يعني ما هتموا بشؤال هتموا رجعت أير فرانس لأنه كمان التكاليف دوبة لتتكت يعني لتشوف أنه الناس بمحل معين مش كتير مركزي حقيقة مصايبنا صارت كتير واحد اتنين مش مركزي لأنه ما اعتبري أنه هيدا كلها مبادرات يعني الجو العام بالنفس هي مبادرات أكتر وأكتر بالتزام بأمن إسرائيل هلأ فرانسا تجاهنا عم بتكون دايما مصرع على يكون عندها دور ونحن مصرين يكون عندنا مع دور وموقع لأنه ما بننسى أنه هي الوحيد الفيتو بمجلس الأمن يلي فيك تحكي معه يعني بريطانيا والصين وروسيا وأمريكا ما فيك تحكي معه يعني ما فيها المحكة التقليدي التاريخي هيدا صوت اللبناني إذا صح القول يعني اللبناني بيمون أنه بيقدر يأسر وفي مسعى فرنسي دايما لبقاء بالتموضع الجدي بلبنان لأنه بالشراء الأوسط مواقعها عم تضعف فرنسا وبالتالي عندها هيدا المصلحة ونحن عنا هذي المصلحة بس هن ما بيقدروا يطلعون مفهوم أمن إسرائيل يعني فيه محطة استراتيجية لقالون إسماء أمن إسرائيل ورقم بعوث رئيس الأمريكي واضح يعني عم بيحاول يبني على تسوية الحدود البحرية أنه هو عنده مصداقية من الطرفين بيوسقوا فيه أعطى نتيجة ليش ما بيكون هو خلف تسوية الحدود البرية وأنهاء هذا الملف علينا أنه خاف من احتمال التصعيد ولا الأمور مضبوطة وفيه خليني ما عش كي بيستعمل التعبير نوع من توازن الردع بين اثنين بتعرف في كتير واحد إشياء بيعرفها مش مفوض يقولوا على الهوى بالمبدأ بس هون أنا بدي جاوبك إنه لهلأ كل القراءات بتقول إنه عمليات محدودة لهلأ للمسنين من سبعة وكبولة اليوم بيّا بالتجربة على العشرة تشهر وثلاث حالات تصعيد ضخمة بقيت بالعمليات المحدودة هيمكن لازم نزيد عليها كلمة أوسع إنه عمليات محدودة أوسع يعني الأرجح إنه سير هيدا هيدا اللي ممكن نخاف منه لأنه نحنا بحرب غميئة ما لازم إذا سرنا مبارح نعتبر إنه ما في حرب أو إذا نحنا عنا مساحة بلبنان قدرين نعيش فيها فترة فرح وأعراس والتفاصيل مش معناتها إنه لبنان مش بحرب بس معناتها إنه الحياة ما بتوقف يعني هيدا الفرق اللي نحن لازم نضل فكرين فيه يعني عنا دايما نحن بحالة حرب لازم كعنا جهوزية بس هذا ما بيمنع إنه الحياة تستمر لأنه ظروف الصيف في لبنان ظروف مهم جدا الحل للوضع اللبناني برأيك لازم لبنان وحزب ألا تحديدا يبلش يفكر بالألف وسبعمية وواحد جديا وبالانسحاب شوية على الحدود إذا بدنا نحكي بحل عملي هلأ إذا بتفكر إيديولوجيا كان لازم الحزب يفوت بحرب الإسنان وعملية وستراتيجية مع إيران إذا بتفكر لبنانيا حرب الإسنان ضعف الدولة حرب الإسنان فعليا ضعف الدولة ضعفت لبنان كله يوم هلأ رميحكي بعد شوية ضعفت الدولة ضعفت الدولة من أي ناحية إنه بالمفاوضات هلأ ما فيها الدولة تقول واحد اتنين ثلاثة أول شي بده الحزب يقول واحد اتنين ثلاثة بتيش الدولة بتقوله هيدا الواحد بأزينه هيدا اتنين مقبول هيدا تلاثين نحن حدق يعني هيدا الإشكال هو اللي مرح يسمح لك تقول سبعطعش سفر واحد بده يتطبق بهالطريقة هني كانوا واضحين الحزب حرب إسنان من حد يحكي معنا أما توقفوا حرب غزة بتحبوا تحكم معنا بتحكم معنا بس ما منتنفذ شي ولا منتوسع أكتر من إنه بده توقف الحرب غزة بيبقى الوضع متل ما هو يوفق قواعد الاشتباك السابقة يعني متل ما كنا من ال2006 لـ2023 بالجنوب ايه بس أنا ازلتلك أوسع يعني عملية محدودة بس أوسع لهلأ هاي ما حدا بي ناسبوا طفلت هاي بيقول لك ياه بهيك نوع من الحروب اللي هي حروب بحجمة بتبين كتير كبيرة بس بعدها تاكتكية لأهداف استراتيجية بسي حرب تاكتكية معنا الوزير ديميونس قطار احكيت عن الحرب الأوسع بدنا نحاول نشوف شو معنات الحرب الأوسع اقتصاديا على لبنان ينضم إلينا الكاتب الاقتصادي الأستاذ أنتون فرح الصباح الخير أهلا استاذ أهلا السؤال الطبيعي في حال وقوع حرب واسعة يعني أكتر من الحرب اللي عم يشوفها اليوم ضربي واسعة أي نوع من الخسائر الاقتصادية على لبنان أن يتوقع في الحقيقة يعني هذا السؤال عم بظل المطروح والكتار عم يعملوا عم يحاولوا يعملوا مقارنات يعني الـ 2016 والحرب لدي ماكي نتوقع هو هلا الظهر إذا عملنا مقارنة سريعة نحن ضرح ان شغل السيئة ستين ونحن بالـ 2016 الظروف ده اللي كانت الحرب يعني ما يعرف باليوم الثاني ما الظروف الثاني بعد السنوات كانت يعني ما تشبه ما يمكن أن يجري إذا فاتنا حرب مستع بالـ 2024 خليه يقول له حتى اقتصاديا بالـ 2006 بالحقيقة ونحن منذوق ما ندري كان عمنا ما يشبه مشروع مارشل اللي عملته في علمانيا بعد حد العالمي السن يعني نحن تلقينا مستعادات في المعينة تروح تقريباً 7 مليار دولار تصور هيا بقى على اقتصاد في الحجم 24 مليار دولار نضم لانتا انه كانت عمنا ودائع بالمطارب سبتين مليار دولار جزء للـ السبتين يعني ممكن جزء من القطاع الخارق والأسراج مش شفت له هذا الوضع وبالتالي نحن اليوم من حوض العناصر الأول بي كانوا موجودين بالـ 2006 وللي بالحقيقة عنده نوع من الآخر من يبقوا مقتصاد يعني الترجم بالـ 2008 و 2006 و 2010 حوض العناصر مش موجودين في العقل موجود العقل تماماً يعني عندنا دولة تعمل خطة صوارئ اليوم بالحيو يبقى على الكهرباء نهائية اللي بتقول بجروح عطيول الجيش يعني تطور هايز المفارقة بتصاري فورمونك وملكون رايحي وبالتالي اذا فتوعة على الحرب اليوم المشكلة مش بالخسائق الاقتصادية المسائل اللي حتوعة وطبعاً عم نستثل الوضع الإنساني والخسائق البشرية اللي يمثل على احتفالها بالمقارب لغض النظر اذا فتوعة على الحرب اليوم الحقيقة فالخسائق الاقتصادية الكبيرة هتكون بعد في اليوم التالي لانه نحن نكشف انه نحن لوحظنا نحن نكشف انه ضد على المرة في مشروع يرجع يعملنا لبدأ امتعاش خليني شير لنقطة ضغيرة مهمة انه احياناً في حقيقة الخروب لما تتعمل خسائق الاقتصادية الكبيرة اذا كان اليوم التالي مناسب يعني بمعنى في مشاريع دعم وفي افق في فئة في امل يمكن نعمل التعاش اقتصادي اكبر من اللي كان موجود قبل الحرب على عكس ما يمكن ان يجعل اليوم لاني بدأت عمل المصر لا فئة ولا امل تقليل نشروع لأهلات العمار والصعوي وبالتالي سيكون دي المشخد أثر من كبيرة سيكون فيه الهيار التالي للي بعد بالأيثان الصافات اللي نشرب الهيار البنية والاقتصادي سيكون في الهيار التالي لسارة الحرب بديت شكرك الكاتب الاقتصادي الاستاذ اطوان فرح وأعود إلى ضيفي معايل الوزير ديميا نص اطار تعليقك يعني كرجل اقتصاد انتو عندك رأيك ومعرفتك بهذا الموضوع شيء اللي تفضل فيه الاستاذ فرح معبر انو الوضع السياسي مختلف بين الالفان وستة والالفان واربع وعشرين العالم العربي احتضن لبنان اليوم ما بعرشو بيصير اذا لا سمح الله واقعت هذا هذه الحرب اللي بحسبيتك مش كتير يعني متوقعينة باعتبار انو بتكون حرب اوصع شوية بس انما الضرب الكبرى فيه الى ضوابط معي يعني عمليات عمليات محدودة لكن اوسع فيه شغلة اللي تفضل فيه استاذ فرح ونحنا منقراله عطول وهيك عنده طريق التحليل وعنده كمان جمع معلومات بس فيه شغلتين يمكن لديء الوقت ما قالوا انو بعد الالفان وستة حصلت الازمة بالعالم بالالفان وسبعة الفان وثمانية الفان وتسعة اجوا كلها اللبنانية وبيبوا مصرياتهم اجوا على البنان اجينا تمائنة وعشرين مليار زيادة يعني هايدي اذا بدك جزء آخر بالفورة اللي حصلت الجزء الثاني اللي هو انو كانت صور عمين عام حزب الله بالالفان وستة منتشرة بأغلبية العالم العربي كصمود ضد اسرائيل وهذا الواقع وهذا التفاصيل اليوم مغايرة جدا يعني كمان العالم العربي تجاه سنادنا لهذه الحرب ودخولنا بهذه الحرب ليس مساندا بعد معاهدة ابراهام تغيرت حتى منظار الدول العربية والقادرة ماديا بالتجاه لبنان يعني في هاو الشغلتين بزيدن على اللي قالوا استيس فرح بموضوع لا مقارنة ولا أدعو أحد إلى المقارنة بالالفان وستة كل العوامل لا تشابه بعضها كلها يعني ما حدا يقارن يعني اليوم بك تاخد هذه الحرب إذا أتيت على لبنان تاخد استاتيوت تبعه اليوم بأعطيك مثل الإدارة العامة قطاع العام كنا نشغله بسبعة مليار دولار وقتها كان اقتصادنا خمسة وخمسة اليوم القطاع العام بدأك تتغله بسبعمية وسبعين مليون ياخي ما بصير ما بصير في شيء غير طبيعي ودولارك تبعي الأفاوز 17 ما بقى يشتري نفس الشيء إلا رواثب موظفي القطاع العام يعني كل شيء تطور شويل لح الدولة رئيس صحب سعب بكي بك تمشي القطاع العام بسبعمية وسبعين مليون واليوم عم ينطرح رفع سن التقاعد بالقطاع العام رأيك بهذا الطرح يعني اليوم من المفيد أنه نخلي الكفاءات لأنه ما عم نقدر نعين وصار فيه شغور كبير هيدا هيدا مشكل شيء ما فينا نحله هيك بلحظة لما بيمددوا عادة سن التقاعد عادة بدول المتقدمة هو لتخفف ضغط على صندوق المتقاعد يعني أنا بشغلك سنتين زيادة لتقدر أنا زيد الكمية المال بدأت فعلك هن لبعدين وبالتالي هو احتراز عملية احترازية على الصندوق مشت أنا شغلك زيادة بتتذكر معركة فرنسا آخر مرة بدأت زيده هيدا والطر يستعمل بند الدستوري لأنه هو مو بالمجلس وبالتالي نحنا هلأ ربما في بعض الكفاءات يلي لازم ربما في بعض الكفاءات ما فيك جيب مطرحهم اليوم بس ما بتحل المشكل يعني اليوم انت بتعرف بالدولة مش كلهم عندهم نفس الكفاءة وفي ناس للأسف فاتوا بدون امتحانات أو فاتوا بالحشو مظبوط انت شو عم بتقله أنا بدي روح لقدامك اذا في كفاءات مقطعين مننا وبدكت عمره 64 بعده شاب عمليا بمنظار اليوم يعني بسمارك بس عمل سن التقاعد كان قال لهم اعطوني مستوى العام قدي بيعيشوا العالم زدوا 20 هاك وصلوا للعمر فانحنا اربعة وستين بعده ان الشباب نشطين وعم يشتغلوا فيك تمدد قضاات مددنالهم اذا بتدرك بذلك تراكم الخبرة يعني باليابان وصلوا للسبعين انو بعده عم ينتج وقدر ينتج وبيخفف على خزينة الدولة معاش تقاعد دون مردود مقابل بس ما فيك تقول انا بدي مددها عامة بس بالمبدأ بدي احكي عن موضوع اخر اللي وعليه قبل غطاء العام حكي عنه البطرك الراعي مرارا انو ادارة الاوضاع العامي بزمن الشغور واضعاف الدور المسيحي بتشوف انو في هيك حدا بزاوية براسه عم بحاول يستغل هذا الشغور الرئاسي اللي اضعاف الدور المسيحي عموما لك اضعاف الدور المسيحي هو معركة قديمة مش جديدة مش جديدة يعني اول شي الدور المسيحي في السلطة الدور المسيحي في القيادة الدور المسيحي بتبوق المناصب الدور المسيحي المنتج يعني كمان نحدد شوي عن الدور المسيحي كمان لازم نحدده شوي لان احنا بمحلات معينة المسيحيين ازوا حالهم بدورهم يعني كمان بس ايه من الاساس دايما بيقول لك يا خي حتى في ناس اصوات عم بتقول لك خلص يا خي روح على عددية خوط حقها وخلصني يعني في ناس اليوم عم بتدفشك على معركة بعد اسوأ ايه معارك صحفية عم بتركز على موضوع العدد ايه اكيد اكيد مليش لانه عم نرجع نقول هل لبنان انجر الى معارك خربت مبادئ تكوينه وهذا هيدا ازبت هيدا جوهر المشكلة انا بيرقي هيدا جوهر المشكلة تمام مبادئ تكوين لبنان لم تكن بعدك وبتعدني اوكي ما كانت هيدا ولما ننطرع على البتركية تاخد لبنان اصغر قالتلون لا قالوا طيب من حولك شمال يمين لا يعني ما بدك ترجع شوي على التكوين التكوين كان مصر على منظومة تقول التعايش المسيحي الاسلامي بالمساواة بدولة عادلة هيدا مفهوم لبنان هلأ اللي بيقوى شوي ما شفناها باكتر من مرة كل واحد تقوى كل واحد تقوى عضلاته شوي بيقلك انا بدي ايكل كل شي ما عشناها مية مرة هيدا لبنان مكون له خصوصيته بتكوينه نموذج فعلي بعده لليوم طلعب الراتة الازمية مترح من الناس مأزومين بتفكيرين او بالسياسي بتشوفهم بعد عندهم بعد عندهم مبادئ التكوين للبناني ما في مانع انك انت تقول انا اتطورت الاشياء بدي اطور بتفكيري ما في مانع يا ها 1500 متطوع بجنوب بدون ننشرهم شو يعني عم نعمل حرس حدود ليش 1500 بجنوب 1500 تنبعث 1500 ولا هاو ال1500 بدنا نبعثون ما حدا فكر بايدا اني ايش بسدرح يباليش بكرة انو هاو شو بكتب عدون حرس حدود يعني بدا ولا شو كيف احتامل من قبل ان لا منزيد العدد وبنبعث وبنخير الكتيبة ومنشيلها وبنحط عرفت شو بقصد يعني كتير مهم نرجع دايما على تكوين لبنان واساسه لانو كل ما مننجر بمعركة قوة او بتجربة سلطة رح يكون عنا مشكل لانو العمق الثقافي الاجتماعي التاريخي اللبناني كتير اغمى من حادث حدا زكي بيطرح فكرة تعمل مشكل الانطلاقا من اللي عم تحكيه ووضع لبنان بدي اطرح موضوع ما يجري بشغور رئيسي يعني رحب يصلنا سنتين من دور رئيس شو العامل برأيك معالي الوزير الطار اللي بيخلي هذا الموضوع موضوع شغور رئيسي يتحرر وصير فعلنا امكانيين انتخاب رئيس البعض ربطة بأحداث غزة شو لازم ننطر هلا قوي في اكتر من مصار فيك تفكر فيه الحقيقة انه مجلس النواب ما عم بيجتمع هيا الحقيقة في حدا عم بيمنعوا انه يجتمع يعني في نية التعطيل موجودة هيا الحقيقة لا بتذكر نئب منحيم خلاف بيكتب كل يوم من مجلس النواب بقال له ما تنطروا حدا تعوه شو اللي رابطكم يعني اذا انت عندك وكالة من الشعب شاريف نحنا بنعرف انه مش هاي الحياة لانه اني كتل وهذه الكتل النيابي موجودة وعنده مصالحة وعنده ارتباطاتة كل مرة بتكون بصالحة وارتباطاتة بتفيد فيها الشغور رح تخليه تبعب لك كلام دقيق ويمكن خطير ويمكن الناس يزعلوا مني بسالحية كلمة مصالحة وارتباطاتة بتشوف انه الشغور بفيذا رح تكمل بالشغور فخسرنا بلبنان يعني تذكر عيام الوجود السوري بلبنان ريئة ما تأخرنا مصبوط لانه كانت تعتبر سوريا وكل الكتل اللي معها انه الحكم بانتظام المؤسسات ورب تسيطري على المؤسسات ما فيه مجكل بس انتظام المؤسسات انت هالاطراف الفاعلي تعتبر انه انتظام المؤسسات يجب ان يكون فيه عندما تتقاطع المصالح البرتبطة فيها ما عندي غير حل مش عم بقدر اقرى غير شي مش عم بقدر اقرى غير شي من عملية عدد العملية ترتب بهذا الموضوع بعدين فيه شغلة ديس بينسوها شوي لانه عم بهمشوا رئيس الجمهورية كونسبتوالما هيك بالفكرة انو شو بدق بالرئيس بالبلد ميش بتعرف فيه تهميش مقصود لموقع الرئيس انما كلنا منعرف انه لا تنتظم الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية لا تنتظم بغياب رئيس جمهورية بيانيت كل مرة بياجلوا كل مرة بياخروا وكل مرة بياخدوا عكتفوا شوي تقوانيين وبياخدوا عكتفوا شوي تمرسين وبيضبطوا شوية عمليات بس عمليا لا تنتظم من الثمانة وثمانين لليوم كان الرئيس اما بيجي بعملية قيصرية او بفعل الوصاية يعني ما كان فيه انتقال سهل وطبيعي لرئيس الجمهورية هالمرة بتشوف فيه انتخاب للرئيس بظروف طبيعية يعني من دون ما نروح على إعادة النظر بالنظام على تدخل خارجي كبير ما باعتقد بعد ربنا من تغيير النظام مني شايف شايف ضغط 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 وبعدين انتخاب وعبر هيدا الانتخاب بصير فيه اخد وعطا عبر الانتخاب مني شايف شو لازم ننتر لازم هذا التوافق الكتل النيابية وتقاطع بصالحة ما عنده غير حال طالما الانتخاب مش من الشعب انت اسير خيار البرلمان ما عنده خيار اخر ما انت انه الشعب يكون اللو رأي بانتخاب الرئيس يعني ينتخم من قبل الشعب ببلد مثل الملين انا حكيت عنه من قبل هيدا حكيت عنه بالالفين وخمسة انه نحنا قدرين يكون عندنا انتخاب من الشعب على مرحلتين هاي اشكاليته اشكاليته المرحلتين مش الانتخاب من الشعب يعني هل انت بتحط لقحتين وما عنده رئيس الحكومة يعني انتخاب رئيس ورئيس حكومة وبنعمل الفترة وخلصنا من هيدا بتاعه وروحه والطائفية اللي عم بتعطلك كل الوقت ولا انت عم بتروح على انتخاب مباشر انه بس الناس تنتخي بالرئيس الناس تنتخي بالرئيس هيك ومباشر بعد مرحلتين يعني لازم يكون السلطة التنفيذية ما في مشكلة الانتخابات بالعالم بتنتخي بسلطة تنفيذية ما بتنتخي بانتا مالك بريطانيا تنتخب الحكومة بريطانيا تنتخب الحزب اللي بيعمل رئيس الحكومة يعني أنت تنتخب السلطة التنفيذية لا تنتخب الرمز المحور الأخير في هذا الحوار في كواليس الأحد مع الوزير السابق يونس أطار وجود لبنان خايف على لبنان بالحكة كثير الأزمة هذه المرة أزمة وجودية أزمة لبنان داخلية بالسياسة إقليمية بالزغرافيا لذلك أحسب هيك إذا بكتش تفكر ما هي كمان دولية بالأوتكم الفنال يعني آخر شي لما بكتخلص الحرب بغزة فيك تخلصها على حجم غزة بس ما أنا حيشايف أنا إنه الإسرائيلية بدون يخلصوها على حجم غزة هيد الحرب دخلوا فيها وبشكل شرس يعني أكتر ما كان حدا متصور مصبوط بدون يفوتوا ليوصلوا على تثبيت هذه الحدود جغرافيا بتصير هلا بتصير بعد سنة بتصير بعد عشرة أنا ماني شايف شخصيا إنه بيقدروا يوقفوا هذه الحرب بتعمل هدنات وقفوا اطلق نار أنا حيس رحين على مرحلي لبنان إذا عرف يصمد بالتوازن إذا بدك بين قدراته وبين المكونات اللي فيه يعني ما يتفجر من الداخل هذا أخطر شي لقاله لأنه لبنان إذا تفجر من الداخل هون فيه خطر هذا الزوال يلي بيحكوا عن زوال شو يعني إنه بدوا يضموا لحدا بشو هو منوها لحدا ما فيه شو يعني زوال لبنان يعني كلمة كتير كبيرة برأيي شي فيه وعي عند اللبنانيين لهذه المخاطر اللي عتحكي عنا حذرتك وإنه مرح ينزلوا لهذه الحرب عنا كتير من الناس بلبنان واعيين قلقين وعنا كتير من الناس استقالوا من الحياة العامة يعني استقالوا من الحياة السياسية عندهم الهم اليومي مجموعة كبيرة من الناس قدم صار عليها مشاكل وقدم صار عليها ضغوطات قدم صار عندها خيبات أمال من السياسيين لمصرياتهم بالبنك استقالوا من الحياة العامة يعني ما عندك يعني اليوم انت ما في كهرباء مش هيك مرح تشوف ردة فارح تشوف العلامة عم ترجو تشوف كيف هتأمن كهرباء ما في ردة فعل انه الدولة اللبنانية زادت في وطيرة بالكهرباء وقطعت الكهرباء طيب هيدا مش دليل نوع من اليأس من الأحباط من الموجود انه بالآخر انا ما عم بقدر حل هذه المشكلة بس بهمني عالج زيولة انا ما قلت أحباط انا قلت استقالي لانه استقالي في نرها وعن الناس لانه ما بتشوف اليوم ارقام الناس اللي عم بتهاجر العيال اللي صارت كله بره والكبار السن بلبنان بتدل انه فيه نوع من الأحباط عند الناس قبل الحرب اكتوبر كان فيه موجة عودة يعني انا اختبرت بلبنان موجة عودة قبل حرب اكتوبر يعني قبل هيدا الحرب كان فيه بلش يسابدك على الاجستمان عادة توازن بلبنان كتير من العشرين والواحدة وعشرين عملوا ردة بالتنينة وعشرين لمست انا وكانوا بمناطق مجاورة او باوروبا هلأ مع هيدا الحرب وعدم وضوح اهدافا نهائية يعني ما عنده اهداف نهائية بعدين ما تنسى انا ما حبيت زيد لما اخد الحلقة على المداخلة بس حالفين 2006 قصيرة شهر قصيرة غزيرة وضخمة بس قصيرة هيدا حرب طويلة منها حرب قصيرة والاستعداد اللي شفناها بقطاع غزة لحماس والاستعدادات اللي عم نشوفها عند حزب الله بتقول انها حرب طويلة منها حرب قصيرة بيبقى السؤال الاخير حملوني اياه بعد المستمعين لما نعرفوا انه حضرتك ضاية كواليس الاحد الوداية وداية عنها يسألوني تسألنا الوزير الطار اذا فيه امل يرجى انه يوم ما لك بامريكا لما صارت اخذ ازمة باخر بنكين بامريكا اخذوا ارار بالويكيند انه الوضيع كلها محمية ومدرى البنوك اللي كانوا هني مسؤولين على الوضيع فاتوا على الحرف بويكيند فإذا فيه ارار استراتيجي بلبنان هو ارار سياسي اولا هل حقيقة تعتبر القطاع المصرفي انه مسؤول مصرف لبنان مسؤول الدولة مسؤولة نحدد المسؤوليات ايه يعني قبل ما نبلش نحدد الاخسارة اللي هي اليوم كلها على المودع ليس نحدد المسؤوليات وهيدا قرار للأسف ما انه تقني هيدا قرار بالعمق السياسي ما هي شو هي ارادة الدولة اللبنانية تتقول انا فرطت يعني تأمل فرطنا بقسم من الوضيع اللي نجيب فيول للكهرباء بالزمنات واليوم لا في وضيع للناس ولا في كهرباء ولا في مدير عام كهرباء اللي فهمناه انه بياجازة خارج لبنان يا خيالة واحد حقه يفرس يعني كمان ما يزيد وعا كمان لانه واحد حقه يفرس يعني ما ليش اذا انه واحد عنده بينطل الاجازة جمعة زمان مايش الحال يعني ما فيك كمان ندفش اكتر من الطبيعي يعني ما فينا ندفش اكتر من الطبيعي لانه فيك عن الاكتر من الطبيعي يعني اقول اللي عم بيصير بملف الكهرباء هو اكتر من الطبيعي اكتر من الغير طبيعي من الغير طبيعي بقى صرنا بمحل انه العالم بده حال بالنهاية يعني هدا قرار بيرجع اللي علاقة بالسياسة اللي علاقة بالفساد اللي علاقة بقوى المصالح اللي علاقة بالنفوذ يعني هذا موضوع متراكم جدا من عملية أنه ما عم نعرف مد ترانسفورماتور وما بتعرف سوى صير الباخرة هذا موضوع جدي بالعمق ركيسته الحقيقي عدم التخطيط تجاوز الصلاحيات والعمق الفساد وصلنا لخط النهاية معايلة الوزير ديميونس قطار بيبقى أنه تشكرك على تلبية الدعوة اطلالتك قليلة نحن بهالأيام للصمت وقت وللنطقي وقت ولجزين كل الوقت كل الوقت جزين منطقة مندعي الجميع عليها بديت شكرك أنا لمن يرغب بإعادة الاستماع لهذه الحلقة يمكنه ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لإذاعة صوت لبنان موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل فإلى اللقاء اشتركوا في القناة